السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في قناة حنونا اليوم ان شاء الله غادي نحط الوثلاته بمكونات بسيطة وسريعة تحضير خليكم معي بتشوفوا المقادر وطريقة تحضير ما تنسوش تخليوا لي الجيم وتشاركوا في القناة بشوصلكم اي جديد نسبة المقادر فاحنا كنحتاجه علبة مايس او الدورة المعلبة عندي القليل من كاشر لي مقطع مكعبات ثلاثة المعالقة ديال الزيسون اخضر دوائر علبة الطون عندي جوج حبات ديال الجزار محكوكين ميتين وخمسين جرام ديال مقارونية اللي كتسمى بالفيس كتكون لها تشكل كي كتشوفوا دوزن دو على بركة الله سبق لي وضع تكثرون وفعل ما بشغلة غنضيف عليها قليل من الملح وغنضيف المقارونية بش طيب بعد ما وضعتها فانا كنخلطها وغنخليها الطيب بعد ما طابت فانا كنصفيها وكنخويلها المبارد بش ما تغضش وتحافظ علي الشكل دياله وهنا في ايناء غادي نبدأ نجمع المكونات نبدأ بميز او الزراء غنضيف اليها حبات ديال الجزار اللي حكيت لكن ما كتشوفوا خيززوراني حكيته في حكاقة غليظة ما شديك حكاقة رقيقة غادي نضيف الزيتون كاشتر مكعابة علبة الطون بالنسبة للعلبة الطون يعني ممكن لكم تستعملو اي وحدة كتعرفوها بنينا وكتعجبكم يعني ممكن لكم تستعملوها وغنضيف اليهبات اللي سلقت كما كتشوفوا راها محافظ علي الشكل ديالها ما ترغب بنيتش وكنا نضو نجمعو او نخلطو المكونات على هذا الشكل بعد ما خلطنا فاحنا كنمضعف الجانب كنن ندوزو باش نوجدو اللاصوس بالنسبة للاصوف احنا كنحتاجو زيت زيتون او زيت العود المايونيز فرايم سبقلية وريتكم بتحضير ديالو مص حامضة شوية الملح وشوية البزعر فقنا غادي نبدو نجمعو المكونات مايونيز دابن خليه لكم في صندوق الوسف طريقة التحضير غادي نضيف مع القديل الزيت العود او زيت الزيتون يمكن لكم تزيدو عندي البزعر شوية الملحة والحامض يمكن لكم تضيفو التومة او البصلة يعني انا ما كنبغيهاش ما كنديرهاش فحتى هيك تجيزوينة غادي نخلط الكل كما كنتشوفو وغادي نضيف على السلطة اللي وجد او خلط على هات الشكل وكننخلط الكل على هات الشكل وهذا هو الشكل النهائي دي السلطة كتجي لها الشكل التزيين يعني كيبقى اختياري ممكن لكم تزينوها كما بغيتو كما كتشوفو فهي سريعة تحضيرهم كتحتاجش الوقت بزاف كنقول لكم كنتمنى هاد الفيديو او رسوة دي اليوم تنال اعجاب ديركم وتخلوا لي اه الكومنتر ديركم وما تنساوش الجام ولي كنقول ليه لأول مرة كيتفرج في الفيديو كنقول لي شارك في القناة تفحل جرس بشوفت لك اي جديد وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة